تيك نوز هواويل خطر القادم من الشرق على شركة الكبرى في العالم شركة صينية لنجحة تعطي فكرة جديدة على جودة المنتوجات الصينية ولنجحة تطلع على فوديوم أكثر المبيعات في العالم بعد أبل وسامسونج وقبل ميكروسوف هواوي موقفتش غادي الشركة الصينية تخطت مشتولي ثالث أكبر مزود لخدمات تخزين البيانات في العالم مع حلول 2018 وضفر بحصة كبيرة في سوق تهايمن علي شركتين أمسي وإيبان فان رايكي رئيس خط منتجات التخزين لديه هواوي صارح الوكيلة رايترز أنه الوصول المرتبطة عالميا يخطوا لاستهداف المؤسسات المالية والحكومية يتوقع أن يحقق العام الحالي نموه سنوي ليقل عن 60% وتوقع أن تبلغ إرادات هواوي من السرفيس هذية مليارات دولار على الأقل بحلول 2018 في الوقت الحالي هواوي مستحود على ربع سوق التخزين المحلي قبل شركتين أمسي وإيبان لكن حاستها في السوق العالمية لا تتجاوزش 3.3% بعد أمسي نميرو أم مونديال بـ 32% إيبان الثانية بـ 11.7% ونت أبق بـ 10.6% وانتوا كاهذا يبروبي أن هواوي مازالت مواصلة في السعود وعندها برمجة منتوسطة وطويلة الأمد تسعة من خلالها أنها تكون منافس كيسح ومعلم كيس لا امررقم واحد في العالم هكذا تاك نوز اليوم موسيقى